مصر بتقف ضد اي محاولة ايا كانت اطرافها للقضاء على الجيش الليبي او اضعافه او تفتيت الدول الليبية تاني حلو الكلام ده برافو عليك يا ادي مين ادي الزبون فايز السراج واردوغان انا بافهم بس بس السؤال البسيط كده لأي حد اللي بيعرف خريطة يعني تركيا ليس لا علاقة بليبيا لا دولة جوار ولا دولة مفيش اي حاجة تجمع ليبيا بايطاليا على الاطلاق ما الاردوغان وما الليبيا قطر دولة دولة امارة بسيطة صغيرة حقيرة تساوي مثلا كمقص حزاء هذه الدولة او الامارة ما الها وما الليبيا ما علاقة قطر بليبيا لا دولة جوار ولا دولة بيجمعها اي شيء الا كان امير قطر الوالد كان شغال خدام عند القزافة كان بيحاول يعمل مؤامرات مع القزافة اردوغان المهزوم داخليا في الانتخابات البلدية بيحاول ان يجد موطع قدم خارج تركيا بيحاول ان ينقل موضوع لمن لا يعرف كل هذه المحاولات التركية القطرية فقط محاولة مكيدة للدولة المصرية بيعلم اردوغان انه ليبيا بتهم الامن القوم المصري فشل اردوغان عن طريق الشمال وحقول الغاز فشل اردوغان عن طريق الاخوان وتم خلع الاخوان من مصر بيحاول ان يطرق على الحوائط الجانبية واحد فشل انه يهد انه يهدم العمود الرئيسي في بنيان الدولة المصرية اللي هو الجيش فبدأ في الطرق على الحوائط الجانبية والحوائط الجانبية اما ليبيا واما السودان بيعبث اردوغان في ليبيا بيعبث اردوغان في السودان وكان يعبث ومازال في غزة محاولة احاطة مصر محاولة انه يحيط مصر هو العدو الرئيسي للدولة المصرية هو اردوغان اردوغان وتركيا لا تريد الخير لمصر انا لا اتحدث بالهوى ولا اتحدث بالمشاعر وإنما وليس هناك عداوة شخصية بين وبين أحد في هذا الكون إلا إذا كان هناك عداء أو يضمر العداء للدولة المصرية أراه في هذه الصور هذه الصورة الفاضحة هذه الصورة التي تمثل الخريطة السياسية الموجودة داخل الأراضي الليبية خطة التحالفات في هذه الصورة أردوغان وفايز السراج هذا هو العراب الأساسي هنا أحمد معتيق مع وزير خارجية تركيا هنا أحمد معتيق مع وزير خارجية إيطاليا هنا أحمد معتيق مع وزير خارجية قطر إذن هذا أحمد معتيق هو السمصار أو المحرك لفايز السراج وفايز السراج بيأتمر بأوامر أردوغان وأردوغان بيكره مصر هذه هي الحكاية هذه هي أصل الحكاية لكن أقول لأردوغان كما قلته بالأمس وأعيد مرة أخرى أن أردوغان بيعبث بالنار سوف تحرق النار الليبية أياد أردوغان سيكون هناك مثوى القوات التركية الأخير في الأراضي الصحراء الليبية أذكرك بأبناء وأحفاد عمر المختار من ناحية ودعم مصر لهذا الجيش الوطني الليبي سيكون بمثابة مقبرة للعثمانيين ستكون الصحراء الليبية ستكون الصحراء الليبية بن غازي وترابلس بن الوليد وهذه المناطق الليبية في الجنوب ستكون واحد جغبوب وخلافه هي المقبرة لهذا التمدد العثماني في المنطقة أقول مرة أخرى أن الشعوب لا تخطئ وأردوغان دائما وجماعته وميليشياته وأفكاره دائما على خطأ يحاول أن يلعب مباراة في وقت خطأ في ملعب خطأ مع جار لا يرحم أذكر أردوغان بابراهيم باشا الذي دك حصون الجيش التركي في أكثر من موقعه وأكثر من معركة على الحدود التركية هناك في جبال الأناضول عندما قام بهزيمة وأسر قائد الجيش العثماني اللي هو أردوغان حفيده أذكرك بأن الجيش المصري صعب الجيش المصري مر الجيش المصري لا ينسى بقول تاني أن هذه الخريطة وهذه الصورة الهدف منها مناكفة الدولة المصرية والدولة المصرية بالمرصاد لكل ما يدور مهما كانت العقبات أذكركم أيضا وفقا لما قالته صحيفة روبابليكا الإيطالية أن هناك محاولات إيطالية لتدخل باستخدام قطر وتركيا لنصر جماعة الإخوان وما يجري الآن في الأراضي الليبية هناك عبث من أكثر من طرف لكن مصر لها بالمرصاد مش عايز أفتح في مواضيع وأقول كالإيطاليا بتثير إيه وأقول إيه لكن إحنا خلينا في الآخر إحنا دولة كبيرة إحنا دولة كبيرة ودولة عندنا حسن نوايا سياسية